النهاردة فيها الدولة الانجليزية الممتاز هديتان من كريستال بلس وأستن فيلا لمانشستر سيتي وبيب جورديولا كريستال بلس النهاردة فاز على ليفربول بهدف دون رد ونهاردة أيضا أستن فيلا كان فاز على أرسنال بهدفين والنهاردة كمان فلهم واستهام مبراخل سيتي بهدفين لصالح فلهم أداء كبير من فرق الدولة الانجليزية فرق القمة أرسنال ريفربول بعدو شوية تقلق عن السيتي ولكن مش بفارق كبير من النقاط بس الحكاية شكلها رايحة تاني وتالت ورابع لبيب جورديولا تعالوا نشوف جدول ترتيب الدولة الانجليزية عشان تفهم الوضع عامل إزاي دلوقتي يلا بينا الحكاية كبرت أوي نستنيين الجدول هوا هيظهر لنا حالة حالة سيتي طبعا فيه الصدارة بـ 73 نقطة بـ 32 وكلهم لعبوا بقى مزايا عندنا ما بيعدوش مباريات مختلفة 73 نقطة لمنشستر سيتي فرق نقطتين عن أرسنال وليفربول بـ 71 نقطة هتقول لي موليسة بدرة كريم ده فضل 6 مطشاط هقولك مع السيتي هتلاقيه مسك 6 مطشاط دول تقطيع في الهيئة قدامه يعني أسلم فيلا في المركز الرابع هيتمسك بفرصة التواجد في دولة أبطال أوروبا الموسم القادم بـ 63 نقطة وبعي كانت وتنهام ونيو كاسل ومانشستر ينايتد وستهام ينايتد وشيلسي وبرايتن والبقى إيه ما يفريش معنا قوي دول هما اللي يفريهم معنا طبعا في منطقة روبوت شيفلد شكله بيوضع خلاص بيرنلي ولوتنتاون ونوتنجهام فورست وإيفرتون كلهم في مناطق خطر في الترتيب طيب أكيد عايز تعرف المطشاط اللي باقي للسيتي واللي باقي لليفربول واللي باقي لأرسن عشان تفهم كل واحد مين اللي ممكن يعطله سيتي فضلوا برايتن ونوتنجهام فورست وويلبرهامتون وفولهم وتوتنهام ووستهام فممكن تقول ايه توتنهام ووستهام يعني ممكن اللي يدايقوا منشستر سيتي ليفربول بقى قدامه مين قدامه فولهم قدامه الديربي قدام إيفرتون ووستهام وعنده توتنهام وعنده أستون فيلا وويلبرهامتون توتنهام وأستون فيلا طبعا هي الصعوبة مع إيفرتون كونها مباراة ديربي فبرضو مباراة ليفربول أكيد مباراة صعبة أما المباراة المتبقية لأرسنل فهي ويلبرهامتون وتشيلسي وتوتنهام ومانشستان ونايتد وبورنموس وإيفرتون أصعب مباراة هي الأرسنل بصراحة أصعب مباراة هي الأرسنل ليجي بعد كده ليفربول ليجي بعد كده منشستر سيتي عشان كده بنقول أنه منشستر سيتي ربما أصبح أقرب من أي وقت مضى أنه يفوز بلقب الدول الإنجليزي مرة أخرى مرة تانية على الدولي اشتركوا في القناة